رح نحضر اليوم واحد من أبسط وأطيب وأسهل الحلويات اللي ممكن تجربوها اللي هو حلة الكسترد مع المهلبية مع طبقات من البسكوت بيناتهم حلة كتير طيب وسهل وسريع بالتحضير وأكيد معظم أمهاتنا حضرتنا إياه وإحنا صغار حلة بارد كتير مناسب هلأ مع الأجواء الصيفية ومكوناته بسيطة ومتوفرة إن شاء الله بكل بيت تعالوا نشوف كيف طريقة التحضير مع بعض تمام هلأ رح نبدأ بأول خطوة رح أحتاج لحليب سائل وبسكوت يكون بسكوت الشاي السادة رح أخذ كل طعام من البسكوت أغمسها بسرعة بالحليب وأطلحها وأصفها بالبيريكس الحليب عندي هنا بارد والبسكوت ما بيحتاج نغطسه لوقت طويل بس هيك تغميسة سريعة ومنطلعه منصفه بالبيريكس وهلأ بعد ما خلصت أول طبقة رح أرجع أعمل طبقات عنية هلأ لحتى أحضر أول طبقة اللي هي طبقة الكستر رح أحتاج لثلاث أكواب من الحليب السائل وأضيف عليهم أربع معالق كبيرة من النشا وعندي كمان نصف كوب من السكر ورح أضيف كمان خمس معالق كبيرة من بودرة الكستر رح نقلب كل شي ما بعض على البارد بهذا الشكل لحتى أتأكد إنه بودرة الكستر والنشا عندي إدابه تماما بعدين رح نشغل النار نخلي النار تكون متوسطة مع التحريك المستمر لحتى يتقل عنا قوام الكستر ويسير بهذا الشكل لما يوصل لهاي المرحلة رح نطفي عليه النار ونصبه مباشرة على طبقات البسكوت اللي حطناها بالبيريكس بدكم تكونوا سريعين بهاي المرحلة عشان الكستر ممكن يجمد معاكم بسرعة وبعدين بسباتيولا بترتبوا الوجه بهذا الشكل وبعدين رح نرجع نصف كمان طبقة من البسكوت كمان غمزتها بالحليب بطريقة سريعة وبحطها فوق طبقات الكستر قدروا تعملوا طبقة أو طبقتين مثل ما إنتوا حابين أنا اكتفيت بطبقة وحدة وهلأ بدي أعمل مهلبية الشوكولاتة رح أحتاج لأربع أكواب من الحليب السائل طبعا إذا ما عندكم حليب سائل ممكن تخلطوا حليب بودرة مع مي رح أضيف عليهم 6 معالق كبيرة من النشا وأربع معالق كبيرة من بودرة الكاكاو وعندي هون 3-4 كوب من السكر ورح نحركهم وبعض كتير منيح على البارد حتى نتأكد أنه النشا عندنا داب وبعدين رح نشغل النار على نار متوسطة كمان مع التحريك المستمر وبعدين نضر نحرك بهذا الشكل عشان كمان عندنا بودرة الكاكاو تمتزج مع الحليب والدوب هيك رح تلاقوا الخليط بعد بشوي وكمان بآخر مرحلة رح يصير عندكم بهذا الشكل على طول رح نطفي النار ونصب الخليط على طبقة البسكوت وبعدين منرتب الوجه بهذا الشكل بالسباتيولا بعدين رح نتركه على طاولة المطبخ تقريبا لمدة نص ساعة بس هيك لتحسوا فتر شوي بعدين بتغطوا وبتدخلوا على التلاجة لحتى يبرد ويتماسك تماما ويعني على قدمة الوصفة سهلة بس التزموا بالخطوات والعيارات لحتى تاخدوا أحسن نتيجة منها وتطلع معاكم كتير طيبة وبالنسبة للتزين ممكن تزينوا باللي متوفر عندكم واللي حابينه أنا زينتها برشة من جوز الهند ممكن تحطوا عليها بسكوت مطحون وممكن ترشوا عليها كاكاو بودرة ممكن مكسرات زي ما انتو حابين وبعد هيك أنا متل ما قلت لكم دخلتها على التلاجة لحتى بردت وتماسكت تماما وان شاء الله متل دايما رح تلقوني كاتبت لكم الوصفة بسندوق الوصف بس مجرد ما تضغطوا على عنوان الفيديو رح يفتح معاكم تحت الفيديو وبهيك بكون شاركتكم طريقتي بتحضير حلق الكسترد مع طبقات من البسكوت ومهلبية الشوكولاتة بتمنى ان تكون الوصفة عجبتكم وتجربوها وتحكولي رأيكم فيها واذا حبيتوا فيديو اليوم ما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب ونلتقي ان شاء الله بفيديو جديد باي باي اشتركوا في القناة